مين هيجيب لابني البراءة ويرجع تاني في حضني مرة تانية بعدك يا أستاذ فريد انهيار والدة محمد عادل لحظت معرفتها بخبر وفاة فريد الديب ابني راح خلاص وأملي في الحياة انتهى بعدك يا أستاذ فريد مين اللي هيجيب لابني البراءة من بعدك ده كان وعدني ان ابني لازم يخرج براءة أملي مات النهاردة المات مبكية ومؤسرة وصعبة من والدة محمد عادل المتهم في قضية فتاة المنصورة نيرا أشرف الله يرحمك يا أستاذ فريد انت كنت أملي وطوق نجاتي الوحيد في الحياة فعلا كان وعدني ان لازم ابني يرجع في حضني مرة تانية النهاردة الأمل انتهى وراح كان محام كبير وبيدي نصايح كتيرة للمحاميين اللي كانوا معاه والجميع كان واثق ان النقدة هيتقبل علشان فريد الديب وانه هيرجع يترافع مرة تانية عن ابني وهيرجعه لحضني كان هو أملي وكان طوق نجاتي حرفية لحظت معرفتي بوفاته كانت أصعب لحظة في حياتي يمكن كانت أصعب من معرفتي بالحدثة اللي ابني عملها أو بالوقع الشهيرة بفتاة المنصورة المحاميين اللي معاه قالوا لي ان الأستاذ الفريد بيخلينا قادرين على القضية وقادرين لو حاجة وقفت قصدنا هو يكملها لينا قالت ان هو خبير قانوني واستاذ في المحاماة بل هو أسد المحاميين فريد الديب رحل ولكن أملي كمان رحل قبله سبني قبل ما ابني هيسيبني ما مش قادر أصدق ولا استوعب خبر وفاته اجدبوا علي وقلولي ان هو لسه عايش اجدبوا علي وقلولي ان دي مجرد شائعة ربنا يصبر ابني لما يعرف انك رحت لانه كان متعلق بطوق النجاة ومتعلق بأشياء وهي وجودك في القضية يوم ما قبلت القضية كان أسعد يوم في حياتي وقلت خلاص ابني هيرجعلي لكن لما توفيت النهاردة ما بقاش عندي أدنى أمل ان ابني هيخرج مرة تانية اتكلمت والدة محمد عادل النهاردة وانهارت انهيار شديد لدرجة انها كانت عايزة تروح تحضر تشيع جسمان فريد الديب ولكن لم تتمالك نفسها من الانهيار والدموع على وفاته بكت أكتر ما بنته من عائلته توفه أكتر ما هم بكوا بعد وفاته لأنها كانت متأكدة ان هو السبب فيه أو هيكون سبب في برائة ابنها قالت كمان والدة محمد عادل ان انا معنتش هتابح حاجة عن القضية اللي ربنا عايزه هيكون لأن فعلا وحرفيا أملي مات وقررت كلمة أملي مات دي كتير قوي قوي النهاردة تكاثر عليها السوشيال ميديا وناس تقول لها ازاي عايزة ابنك يرجع لحضنك وهم فقدوا بنتهم وما بقتش في حضنهم بسبب ابنك واللي عملوا فيها وبعض الناس تعطفت معاها جدا جدا وقال لها خلي أملك في ربنا فقط لغير وأملك في ربنا هيكون أكبر بكتير وهيرجع لحضنك مرة تانية اليوم رحل عن عالمنا فريد اديب عن عمر يناهز 79 عام بمرض سرطان الدم وفي خلال الفترة الأخيرة وبعد تقديمه لمذكرة النقد لمحمد عادل تعب كتير جدا وجات له كذا وعكة صحية ناس قالت أيضا أنه هو ده بسبب زن بنيره ولكن الموت مفهوش زن بدل كل أجل كتاب النهاردة نبيل عبيد نعته بكلام مؤثر وأيضا يسرى وغير يسرى كمان إلهام شهين اللي كانت أول الحضور في تشيع الجسمان كان عزيزي وعزي وعزتي فهو حبيب الأول وعيني الثانية ونجاتي بعض الله أمر الله نفذ علينا جميعا وداعا يا أبي دي كان كلمات بنته علاء مبارك طبعا في نعي فريد اديب قال إن لله وإن إليه راجعون نتقدم بخالص العزاء في وفاة الأستاذ فريد اديب سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته لا ننسى وقفة هذا الرجل معنا ومع العائلة خصوصا إن في الوقت ده ناس كتير جدا تخلط عننا ولكن هو كان فعلا أسد وأسد في المحاماة رحمة الله عليه فريد اديب ممكن تختلف أو تتفق معايا ولكن ده أمر الله وفاته طبعا لكل أجل كتاب محمد عادل طبعا هو منتظر حكم المحكمة وأيضا والدة محمد عادل النهاردة أكدت أكدت مليون في المية إن خلاص هي أسابة الأمل وفقدت الأمل تماما في رجوع ابنها لحضنها مرة تانية رأيكم النهاردة في الحوار ورأيكم كمان في كلام والدة محمد عادل شكرا لكم سلام